السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي فبعد أن ننظرنا الفيديو بودكاست بين ديدي كربوزير وخالد بسلامة فننظر هنا بعض التنبيهات يعني بعض التنبيهات الموجودة فيها ونحن ننظر هو يقول أن النصحة الدينية الموجودة في قطع يعني قطع من الفيديو التي مشهورة يعني فيرل بسبب أنه مثلا يعطي من بعض النصائح أن تغنى يعني تغنى من باب الغناء من إندونيسيا الرأي فهذا ممنوع مثلا فهذا يعني هو يقول هو يدعي أنه هو لا ينهى عن الغناء من إندونيسيا الرأي من إندونيسيا الرأي لا لكن هو يقول بأن هو يُعطي أو هو ينصح أو هو بمعنى النصحة الدينية الموجودة بسبب يعني كل ظرف وكل مكان يعني في المجلس فقط يعني هو يدعي أنه ليس يمنع وينهى عن إندونيسيا الرأي لا طب أستاذ خالد بالسلامة فهذا يقول أنه يُعطي النصحة من النصحة الدينية الموجودة في المجلس من بعض المجلس يعني ممكن نحن يعني هو يتكلم أن المسائل أو السؤال موجودة كثير جدا هو يُعطي هو يريد أن يُعطي شيئا ما يوافق بحال السائل فهذا السائل هو يسأل أن والده لا يريد أن يتغنى إندونيسيا الرأي فهو يُعطي ممكن في هذه اللحظة فقط في هذه اللحظة فقط الولد لا يريد أن يتغنى وممكن في اللحظة أخرى فلابد أن يكون المتغنى بالغناء إندونيسيا الرأي فنحن ننظر هنا هو يقول هو ما فيش مشكلة بالغناء وبالألفاز في غناء إندونيسيا الرأي لكن المشكلة ممكن عنده في موسيقى يعني في موسيقى هو ممكن لا يريد أن يتكلم أن الموسيقى حرام لكن ليس موسيقى لأن بعض الألات الموسيقية يعني حرامة لكن هو لا يريد أن يتكلم هذا فأنا أنظر هنا من بعد أن شاهدت البودكاست فهذا الرجل يعني الأستاذ خالد هو يريد أن ينظر كيف يكون كيف يكون الغناء يعني ممكن ما فيش مشكلة في ناحية الشعر وفي ناحية الألفاز وفي ناحية الغناء لكن المشكلة يعني الألات الموسيقية فأنا أتكلم وأن أقول هذا لا يمكن جدا جدا أن نفرق بين يعني في ناحية الغناء إندونيسيا الرأي يعني ألفاز فقط بدون موسيقى لا يمكن أن يكون الموسيقى بدون الأللات الموسيقية يعني الألات الموسيقية فكيف أنا أنا لا أتفكر يعني كيف يكون مثلا نحن نتغنى يعني مثلا يمكن فقط نتغنى الغناء إندونيسيا الرأي لكن بدون الألات الموسيقية لكن المشكلة ما من بعد يعني نحن نادر جدا نتغنى الإندونيسيا الرأي من غير الآلة الموسيقية فهو لا يريد أن يتكلم ويشرح هذا صيلا لكن نحن نريد أن ننظر هنا أنه ليس له مشكلة ليس له مشقة بالألفاظ ومن الشعر من الإندونيسيا الرأي وموسيقى من الإندونيسيا الرأي لكنه مشكلة في الآلة الموسيقية يعني يمكن أنه يظن أنه حرام طب لو مثلا الآلة الموسيقية أنها حرام لكن كيف نحن نتغنى الإندونيسيا الرأي من غير الآلة الموسيقية فهذا مستحيل جدا فهنا أنظر أستاذ خالد يعني هو يريد أن يمكن مكانه كيف يكون هو في مكان يعني في المقام يعني فيه أمان جدا 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 طب فنحن نقول هو يعني هو يكرر مرة مرارا يعني هو يكرر مرارا أنه يؤتي النصائح الدنيا للا هاج الرجل السائل أنه والده ممكن لا يريد أن يتغنى الإندونيسيا الرأي في تلك اللحظة فقط ممكن في اللحظة أخرى فيممكن طب هذه ما فيش مشكلة هذه ما فيش مشكلة لكن أنا يمكن أريد أن أتكلم هنا فيممكن أن الصحة يعني من أستاذ خالد لابد أن يكون يعني شامل و مجملا يعني لكن لابد أن يكون تصحيل مثلا كم سل هذا طيب فممكن فيها في تلك اللحظة الوالد يريد أن يتغنى ما فيش مشكلة فهذا أنه يعني من تغنى واجب جدا مثلا في المدرسة مثلا في المرسل مثلا هذا الواجب يعني فممكن النصحة كمس لهذا طيب أنت يا الرجل تقلم قل لولدك و فهمه يعني أن تجعل الولد فاهما أن الغناء اندونيسيا رايا مهم جدا لأن لأن لو مثلا خلثية وجود غناء اندونيسيا رايا هذه من يعني مثلا اندونيسيا يعني بلد كبير جدا وهذا لابد أن يكون من شعور بحب البطن فأنا ممكن مثلا أنا يعني مسؤول يعني رجل سألني بهذا أنا أعطي أنسيح هكذا لماذا لأن النسيحة الدنيا لابد أن يكون موافق بحب البطن يعني لابد أن يكون موافق بحالة كلها ليس بحالة هذه الحالة يعني لحظة يعني قصير جدا فهذا اللايف فهذا جماع قصير جدا فالإنسان يعني الناس مستمعون فكيف يكون النسيحة يعني لابد أن يكون اللحظة فقط ولي هذا الرجل فقط مع أن يعني الجماعة كثير جدا والمستمعون كثيرون يعني ويسمعون هذه النسيحة فأنا أريد أن أتكلم هنا فلابد أن يكون النسيحة الدنيا ليس مaksور بأس فقط لكن لابد أن يكون حضرون يعني كثير جدا يهم مستمعون يهم يعني يحتمون بهذه الإجابة فلابد أن يكون من YouTube video هذا مباشر إلى كل نحية من العالم فلابد أن يا أحبائي أن ننظر هنا طيب هذا ممكن أستاذ خالد يتكلم كمسل هذا لكن أنا أريد أن يعني 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 النسيحة أيضا إلى أستاذ خالد فلابد أن يكون النسيحة فلابد أن تكون النسيحة الدنيا يعني مجملا لكل مستمعين لكل جماعة فليس ليس للرجل أسائل فقط لأن هذا مما يتعلق بالوطنية مما يتعلق بالشعب الاندونيسي مما يتعلق بالإسلام كيف يتعلق الإسلام والوطن والشعب الاندونيسي من بعد جميعا لأن هذا الفيديو موجود في اليوتوب فشكرا على اكتمامكم فنريد أن نكون هذا تواسو بالحق وتواسو بالصبري شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة